استقبل معالي صغرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبو ظبي صباح اليوم معالي إدوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي يزور البلاد حاليا بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وأهمية تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين والتي تعد الأولى التي يعقدها الاتحاد منذ تأسيسه عام 1889 مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم نظرا للدور المهم الذي يطلع به المجلس من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة التي يواكب من خلالها توجهات الدولة ويطرح رؤيتها الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتناول اللقاء سبل تفعيل التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية لسيما الأمم المتحدة مع تأكيد على دور البرلمانات في نشر السلام والاستقرار والتواصل بين شعوب العالم ترجمة نانسي قنقر